بعد أن تعرضنا إلى التربية اللغة والتربية الصلاحاً أنا الأول إلى أن نبحث مفهوم التربية طيب ما هو المفهوم قبل كل شيء؟ المفهوم هو حسب معجم اللغة العربية مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلياً طيب ما قيمة المفهوم؟ طبعاً كل العلوم الاشتماعية والإنسانية وحتى العلوم المختلفة تشتغل بمفاهيم خاصة بها فالمفهوم هو أداة منهجية يستخدمها الباحث ليحلل بها الظواهر التي يدرسها فلذلك لكل علم مجموعة من المفاهيم أو ترسانة خاصة به من المفاهيم بالنسبة للتربية الباحث التربوي عليه أن ينطلق أولاً من المفهوم المركزي والأساسي وهو مفهوم التربية على كل باحث التربوي أن يعرف بدقة مفهوم التربية إذن مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلياً طبعاً هناك اختلاف بين الباحثين في تحديد مفهوم التربية ويعود ذلك إلى تعدد الآراء ووجهة النظر في هذا الشأن واختلاف زوايا النظر التي ينظر من خلالها إلى التربية إلى كذلك يعود إلى اختلاف المعتقدات والاتجاهات والآراء والثقافات والفلسفات واختلاف ظروف الزمان والمكان ونحو ذلك من العوامل المختلفة التي تجعل هناك تباين في المواقف الباحثين مع ذلك فالدكتور صالح بن علي أبو عراد في كتب الأبجديات التربوية يحدد لنا تعريفاً أو يحدد لنا مفهوماً للتربية هذا هو المفهوم الذي قدمه إذن الدكتور صالح ماذا يقول فيه؟ يقول هي التربية هي أحد العلوم الاجتماعية المندرجة تحت مظلة العلوم الإنسانية والتي تهتم بإعداد وتنمية الشخصية الإنسانية بكامل جوانبها لتحقيق التكيف الإيجابي المطلوب مع المجتمع أو البيئة التي تعيش فيها وتتعامل معاً فيها وما فيها من كائنات ومكونات طيب لنتوقف قليلاً عند هذا المفهوم ونحاول أن نفهم ما المقصود بهذا يقول هي أحد العلوم الاجتماعية المندرجة تحت مظلة العلوم الإنسانية طبعاً نحن نعلم أن العلوم هي عبارة عن شجرة فيها مجموعة من الفروع هذه شجرة العلوم ممكن أن نضيف فرعاً آخر هذه شجرة العلوم طيب الفرع الأول من هذه العلوم هي العلوم التطبيقية أو التجريبية علوم تطبيقية أو تجريبية وهي مثل الهندسة مثل مثلاً علوم الطبيعة بسورة عامة الفيزيا، الكيميا، الميكانيكا، البيولوجيا، علم طبقات العرض الجيولوجيا، الجغرافيا، كل العلوم التطبيقية المختلفة فهي إذن الفرع الأول وهو العلوم التطبيقية الفرع الثاني من شجرة العلوم هي العلوم الصحيحة وهنا يندرج تحت العلوم الصحيحة الرياضيات والمنطق بدرجة أساسية ثم الفرع الثالث من هذه الشجرة هي العلوم الإنسانية أو الاجتماعية هذا الفرع يضم كل من علم النفس علم الاجتماع، علم اللغة، علم الاقتصاد، علم التاريخ التربية، علوم التربية أو علم التربية فعلم التربية ينتمي إلى فرع العلوم الإنسانية والاجتماعية طبعا الفرع الرابع يمكن أن نقول هو طبعا عند البعض يسميه هنا بالعلوم الشرعية إذن إذا أجاز لنا أن نضع العلوم الشرعية باعتبارها فرعا آخر يختلف عن العلوم الاجتماعية ولو أنها هي جزء في الواقع من العلوم الاجتماعية إذن كلمة العلم هي تشير إلى كل هذه الشجرة التي تتضمن هذه الفروع المختلفة إذن التربية تنتمي إلى هذا الفرع فرع العلوم الإنسانية والاجتماعية بماذا تهتم؟ تهتم بإعداد وتنمية لاحظوا أن كلمة التنمية تتكرر منذ التعريف اللغوي إلى حد الآن بإعداد وتنمية الشخصية الإنسانية بكامل جوانبها ما هي هذه الجوانب؟ طبعا الجوانب الأساسية في شخصية الإنسان هي الجوانب العقلية الجسمية وإنشئنا الروحية أو النفسية طيب بكامل جوانبها لتحقيق ماذا؟ ما هو الهدف؟ التكيف وهنا التكيف مصطلح التكيف مهم جدا في التربية لأنه هو الغاية الأساسية حسب معظم علماء التربية التكيف أي الاندماج أي تحقيق التواصل الإيجابي التكيف الإيجابي هو بمعنى أننا نصير جزء من الكيان الاجتماعي أو البيئة جزء إيجابي فاعل وليس فقط مفعول به فنعيش بسعادة ونعيش براحة وبتواصل مع الإطار الذي نعيش فيه التي تعيش فيها وتتعامل مع من فيها وما فيها من كائنات ومكونات هذا هو إذن مفهوم التربية فننتقل الآن إلى تعريف التربية التعريف يختلف عن المفهوم من حيث كوني بكون التعريف ليس هو تحديد المعنى الكل الذي رأيناه قبل قليل مع المفهوم وإنما التعريف هو تحديد الشيء بذكر خواصه المميزة بذكر خواصه المميزة يعني الصفات الدقيقة في ذلك الشيء إذا كان المفهوم هو تحديد المعنى الكل لشيء فإن التعريف يتعلق بذكر الخواص المميزة للشيء إذن التربية في التعريف حسب الدكتور دائما صالح أبو عراد يقول هي عملية نمو وتفاعل وتكيف للإنسان مع بيئته التي يعيش فيها ويتعامل مع من فيها من الكائنات وما فيها من المكونات إذن التربية هي عملية إذن مجموعة مراحل إذن خطة يتم تنفيذها عن قصد طبعا بين طرفين أو عدة أطراف إذن فهي عملية مستمرة إذن في الزمان وفي المكان لها وسائلها لها طرقها لها مراحلها لها أهدافها لها أدوة تنفيذها ولها أدوة تقييمها إذن هي عملية نمو لاحظوا كلمة التنمية هذه أيضا تتكرر وتفاعل يعني إحداث التأثير المتبادل وتكيف يعني اندماج للإنسان مع بيئته التي يعيش فيها ويتعامل مع من فيها من الكائنات وما فيها من المكونات من نلاحظه أن هنا التعريف هو قريب جدا من المفهوم بل إنه كما نلاحظ حتى تكرر بعض هذه العبارات بين التعريف والمفهوم فبإمكاننا أن نستنتج أن التعريف هو جزء من المفهوم ولكن يتميز بالاختصار يتميز بالدقة يتميز بأنه مباشر يقدم معنا مباشر هذا هو إذن تعريف التربيح بعد مفهومها ترجمة نانسي قنقر